بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الثالث في السكشن نمبر وان بعنوان Equivalent System of Forces في جزئها الثاني طبعا هنا رح نشوف الvector products of two vectors والmoment of a force but a point نبدأ بالvector product of two vectors the concept of moment of a force about a point is more easily understood through the applications of the vector product or cross product هنا الvector product في من يطلق عليه لفظ cross product طبعا هنا الvector product of two vectors P and Q is defined as the vector V which satisfies the following conditions الcondition الاولى هو أنه the line of action of V is perpendicular to the plane containing P and Q يعني هنا الline بتاع V بيكون عمودي على الplane اللي موجود فيه P والQ طبعا ثلاثة هنا هي الزاوية بين P والQ زي ما نشوفه على الرسمة The third condition V is obtained from the right hand rule. وهنا يعني لو أنا مسكت باليد اليومنى طبعا مع هذا الإسبع هو الفيكتر P ومع هذا الإسبع هو الفيكتر Q طبعا الفيكتر V رح يكون متجه لفوق مع الإبهام. الفيكتر بروداكتز عنده بعض الخاصيات is not commutative يعني لو عملت P cross أو Q cross P عفوا بتساوي minus P cross Q يعني فيه شعرة ساربة رح تضاف لو أنا بدل أني أضرب Q cross P رح أعمل P cross Q. R distributed يعني لو عندي أنا هنا P cross Q1 plus Q2 رح أعمل التوزيع هنا وتصبح عندي P cross Q1 مع P cross Q2. R not associative طبعا هنا لو عملت P cross Q cross S رح تعطيني شيء different لو أنا عملت P cross Q cross S يعني لو بدأت بهذا وبعدين عملت cross product مع P رح تعطيني شيء different لو أنا بدأت cross product بال P cross Q. Vector product of Cartesian unit vectors زي ما نشوفه هنا لو أنا عندي Cartesian reference هنا X Y و Z. I cross I بتساوي 0 يعني هنا لو أنا عملت I ضرب I ليش لأنه لو طبقت القيمة اللي هي I cross I قيمتها بتساوي I ضرب I sine theta. وطبعا هنا الثيتا بين I و I بتساوي 0 يعني I cross I كله بساوي 0. نفس الشيء بالنسبة ل J cross J و K cross K. أمر الآن إلى J cross I. J cross I يعني في هذا الاتجاه من هنا إلى هنا. J cross I رح أطبق القاعدة اللي تقول أنه لو أنا عملت J cross I يعني في هذا الاتجاه رح تعطيني إشارة سالبة. لو أنا عملت cross product في هذا الاتجاه رح تعطيني إشارة موجبة. طبعا هنا J cross I بتكون مع عقار بالساعة فرح تعطيني سالب K. و K هو اليونت فيكتور العمودي على البلين الموجود فيه I وال J. يعني هذا هو ال K بيكون في هذا الاتجاه طبعا عمودي على البلين الموجود فيه I وال J. K cross I طبعا K cross I رح تعطيني زي ما نشوفوا هنا ضد عقار بالساعة الدوران يعني بالنسبة إلي رح تعطيني J. طبعا موجب لأنه ضد عقار بالساعة. لو مريت هنا I cross J, I cross J أيضا ضد عقار بالساعة فبالتالي I cross J رح تعطيني K. وهنا I cross K يعني مع عقار بالساعة رح تعطيني سالب J. و J cross K طبعا ضد عقار بالساعة فبالتالي الإشارة موجبة وتعطيني I. تبقى لي هنا K cross J. K cross J بالنسبة إلي رح تكون مع عقار بالساعة فرح تعطيني إشارة سالبة. يعني K cross J تعطيني سالب I. ويكون كده مريت عديهم كلهم. تقريبا حتى K cross I. يعني K cross I تكون ضد عقار بالساعة فالإشارة موجبة. Vector products in terms of rectangular coordinates. هنا V. طبعا لو أنا عندي cross product between P and Q. في ثلاثي الأبعاد الفيكتور P يكتب P X I مع P Y J مع P Z K. والفيكتور Q أيضا عنده مكونات باتجاه ال X وال Y وال Z. الآن لو عملت cross product طبعا رح أوزع في كل مرة. أي الفيكتور P X هنا على ال Q X وال Q Y وال Q Z. نفس الشيء بالنسبة لل P Y. أوزع وطبق القواعد التالية. رح تحصل في الأخير على النتيجة التالية. أو أيضا نقدر نحسب الفيكتور V مباشرة عبر ال-determinant. وأضع هنا ال-I وال-J وال-K في اللاين الأولانية. بعدين في اللاين الثاني بضع هنا P X P Y و P Z. وفي اللاست رو هنا رح أضع ال-Q X وال-Q Y وال-Q Z. طبعا هنا لو طبقت القاعدة اللي مستنسين نحسبو بها أحنا المحدد. رح أجد في الآخر نفس النتيجة اللي موجودة هنا. وهذه القاعدة عشان نعمل تذكير بس إزاي نحسب ال-determinant. A force vector is defined by its magnitude and direction. يعني أي فيكتور نعرفه بالقيمة وبالاتجاه متاعه. Its effect on the rigid body also depends on its point of application. يعني تأثيره على ال-rigid body يعني طبعا يتأثر بالpoint of application of the force. The moment of a force F about O is defined as MO equals R cross F. طبعا هنا أنا لو عندي نقطة A متبق عليها فورسة F. المومنت اللي هو بيكون عمودي على البلين موجود فيه الفيكتور R والفكتور F. يعني هذا البلين ال-MU بتكون عمودية عليه. وطبعا هنا راح أعمل R cross F عشان أجد قيمة المومنت MO. The moment vector MO is perpendicular to the plane. زي ما عشرت هنا راح يكون يعني عمودي على البلين موجود فيه الفورس F والفكتور R. magnitude of MO measures the tendency of the force to cause rotations of the body about an axis along MO. وقيمتها بالضبط بتساوي R F sine theta. وطبعا بالنسبة إلي R sine theta هي distance D. لو بنشوف هنا على الرسمة بالنسبة إلي R sine theta هذا ال-water وال-distance هذه D. ولو افترضت أن هذه هي theta يعني نفسها موجودة هنا يعني لو أرسم رسمة أوضح أكثر لو هذه هي theta أيضا هذه بتساوي theta وهذا الفكتور R وهذه distance D. يعني لو عملت sine theta بتساوي المقابل اللي هو D على ال-water اللي هو R يعني D بتساوي R sine theta. طبعا لو عوضت R sine theta هنا راح تحصل على المO بتساوي الفورس في ال-distance D. طبعا يعني أنا هنا لو عندي أي قوة F'dash اللي عندها نفس القيمة للفورسة F بتكون يعني متوازية لما بتكون عندها same line of action يعني نفس خط التطبيق وبالتالي تعطيني نفس المومنت إيش معنى هذا لو أنا مثلا عندي هنا جسم صلب وطبقت قوة هنا أو طبقتها هنا طالما هي على نفس خط التطبيق راح تعطيني نفس المومنت Moment of a force about a point طبعا هنا لو عايز أحسب المومنت of a force about a point O هنا الفورسة F هذه ظارة بال-distance D بتعطيني المومنت about O نفس الشي هنا لكن لو مالة القوة تحسب دايما ال-distance D يعني هنا راح تعطيني M O بتساوي F D طبعا الفورسة هذه بسطر الخط اللي بتعدي به القوة F بعدين بسطر خط ثاني موازي للخط الأول وبيعدي بالنقطة O وارسم عموديا ال-distance D هي ال-distance هذه واستعملها لحسابة المومنت about O نفس الشي هنا تحسب المسافة من هنا إلى هنا عشان تتحصل على المومنت تضرب الفورسة ضرب ال-R دايما قوة في مسافة two-dimensional structures have length and breadth أي يعني width عرض يعني طول وعرض but negligible depth and are subjected to forces contained in plane of the structure لو أنا عندي مثلا سلاب بتكون الأبعاد مهمة في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه يعني X و Y وضعيفة في الاتجاه Z لو خذت الفورسة F طبقتها في نقطة ما A مثلا وعايز أحسب المومنت about O المومنت about O بتساوي الفورس في ال-distance ولو عندي أنا عموما دوران ضد عقارب الساعة رح تكون موجب ولو العكس بتكون سالبة زي ما تشوفوا هنا if the force tends to rotate the structure clockwise يعني زي ما أشرت هنا لو القوة بتعمل دوران مع عقارب الساعة هنا رح تكون الإشارة سالبة لما أحسب المومنت اللي هو بيساوي الفورس في ال-distance والعكس بالعكس لو كانت القوة رح تدور ضد عقارب الساعة counterclockwise طبعا هنا the magnitude of the moment will be positive وتعطيني إشارة موجبة زي ما تشوفوا هنا